في هذا الفيديو سنرى كيف ستتعلم الفرنسية أو كيف تغلب على المشكلة الفرنسية حيث أغلب الناس الذين لم يقرأوا ايكونومي في الباقي يتعلموا مشكل كبير في الفرنسية في هذا الفيديو سنرى كيف ستتعاملوا معه وما يتلقوا ما زال معه حتى شي سواء بها الخطوات اللي سنرى هو نفسهم اللي طبقت واللي خلوني أنني نفهم الأيكونومي بسرعة واخر ما كنتش تدير الأيكونومي في الباقي مزيان؟ أول خطوات اللي أخذكم تعرفوا على الفرنسي هو أنه الفرنسي ديال الأيكونومي هي ماشي فرنسي ديال ماشي مادة ما ديش تقل دكش ديال لقامالا كونجيجيزون دكش ديال فيكتوريغو دكش اللي صعب يا فقط لغة ديال التدريس يعني ما تتخلعوش شي حاجة اللي هي فقط لغة ديال التدريس وصافي هدي أول حاجة تاني حاجة غدي نبارتاجي معكم واحدة ديال الخطوات يعطي بقتيهم غادي تمشوا بعيد في الأيكونومي وفي الفرنسي نت هدي ديكم سهلة غير شوية ايه في مدية صعبة اللهم ديك الصعبات القوافلو ديبو ديال العام او لا ديك الصعوبات الجلوها وتبقى ديما معكم دونك هاد الخطوات كانين في ثلاثة ديال الحواج اللي هما بساط وسهلة واكيلا درتوهم غاست ثراز افكاس هاد الخطوات كي تلخصوف لإكوت الإكريتور ويبارلي إكوتة إكريغ يبارلي كيفاش إكوتة إكوتة يعني حاول أنك تإكوتة الناس ولا تسمع الناس اللي كيشرحوا ليك الإكونومي بالفرنسية شي بالداريجة حيثنا الإكزامة هاد يتجاوب بالفرنسية إلا كان راسك عامر بالداريجة راس عباش أنك تجاوب بالفرنسية ولكن إلا كان عامر راسك بالفرنسية سهل تجاوب بالفرنسية حاول أنك تإكوتة الناس اللي كيشرحوا ليك الإكونومي الفرنسية مشي بالداريجة هو الخطوة تاني خطوة حاول أنك تكتب أي حاجة تفهمتها حاول أنك تكتب دلة واحد الغزومة اللي كوغ ديالك حاول تدلهم الغزومة ديالك في الأول ستغطي وكي ماشي مشكل مع الموت الدراء ستولف أي حاجة قريتي أي شاب بيضخ أي حاجة تفهمتها حاول جملة جوج 3 ربعة واحد حاول حاول تكتب علاج حيث باش من الدبار كتقول الفرنسي باش تجوب في الإكزامن يك دونك الخطوة اللولة كيفما قلنا الإكوت حاول تصند ان فرنسي الإكونومي ان فرنسي حاول تكتب ان فرنسي الخطوة التاتا هي بباغلي حاول لك شي اللي فهمتي حاول تقوله سواء تقوله رأسك سواء أنك تقوله لاصحابك مثلا قريتيت واحد لأختيك لولا واحد لكوه قريتيب الفرنسي واحد لكوه تقريتيها تكتب المؤول الخاصة لذلك الشي اللي فهمتي وفي النسلق تقول مع رأسك وكتبقى تقولها هكا كتحاول أنك تقولها وصف باش أنك كتتعود على أنك تقول ذلك الحاجة وهذه تبقى لك في الرأس واحد الحاجة وهذه تبقى لك في الرأس كتر إذا أنت تسمطي لها مزيان كتبتها وقلتها كان واحد لإحتمالك كبير أنها تبقى لك في رأسك وما تنساهاش وهذه تفنها بكل سواء داكوه وكانت الخطوات لهما سهلين بساطة ولكن ستخزي فكاس تسمع بالفرنسي تكتب بالفرنسي وتقول لك شي اللي فهمتي سواء مع رأسك ببوحدك ولا مع صحابك مزيان الاختوات التاجة اللي غادي مقول لكم هي أنه اللي بلز امبورة في الإكونامي هما لزيدة هما لاتيوري ديك سعال اللي غاك تبقى الطريقة باش أنك غادي تأكس بخيمة ولا غادي تعبرة لدك شلي فهمتي تكونسنترا على لاتيوري ودوك لزيدة ولا دوك لرغة ولا دوك لفنكشن تفهموه لو كونسيب نباك تبقى الطريقة دير كل واحد كيفواج غادي عبرة اليوم ولو كيفواج غادي قولهم وصافي دوك إلا تبعتوا هاد الخطوات هادو كونم تأكدين أنكم غادي تمشوا بعيد في الإكونامي وما غادي تلقوا مزاحت تاشي مشكل ديال الفرنسية داكو دوك إلا عندكم شي كيستيون ولاش عجو بغيت تعرفوها تقدروش قول اللي فلي كومنتر غاعل الفيديو اللي كان ديرا بالفرنسية دوهم تقدرو تشوفهم راهم سهلين ووالا عندكم شي غواماكوحد أخرى تقدروش قول اللي فلي كومنتر إيجو ديبون كواج